اشتركوا في القناة في الامور اللي جاية دي خاصة ان انت هتلاعب منتخبات اعنى كتير في الفترة اللي جاية ومش كل لمسة هتبقى اه فاول الحمد لله على المكسب الحمد لله على الحفاظ على اه شباكنا نظيفة يعني انا كنت تفضل ان احنا نكسب واحد صفر عن اتنين واحد مسلا لان مش عاوز منتخبنا يبدأ يتعاود ان كل مباراة بتتهز بيها شباكنا خاصة ان احنا في كل مباراة لغاية دلوقتي المباراة الاولى خسرنا اكرم توفيق وفي الشوت بين الشوتين خسرنا اه فتوح المباراة دي خسرنا فيها اه الوينش ونزل محمد عبد المنعم سنتر باك ناحية المين وودنا حجازي اه سنتر باك بيميل ناحية الشمال فربنا يسطر على الخط الخلفي اللي واضح ان فيه العين ضربة الخط الخلفي بتاعنا كل مباراة كده تلاتة طلعوا من اصل اربعة اساسين ومصابين فربنا يسطر على اه حجازي الرابع اللي لسه الحمد لله ما حصلوش اي حاجة ويا رب يكمل ويا رب يارب الشناو الوينش تكون اصابته خفيفة ويقدر يرجع في مباراة السودان واتمنى ان احنا نلعب على المكسب طبعا في مباراة السودان مش معنا ان احنا كسبنا النهاردة ننزل نقولك اه لا اتعادل اه معاهم وابقى ادخل باربع اربع نقط قدام تلاتة بالفوز النهاردة على غنيا بيسوي بقى نقطة قدام السودان لا لازم انزل الالعب على المكسب امام المنتخب السوداني وبالتأكيد طبعا كلنا مش محتاجينه وطبعا المنتخب النيجيري تأهل خلاص بستة نقط ومن المتوقع انه هو يريح اه عناصر اساسية كبيرة جدا انا اللي صعبنا الامور على نفسنا في المباراة الاولى فخلاص بقينا مطالبين ان احنا نثبت ان احنا منتخب كبير امام الكبار ما اسبتناش الكلام ده قدام نيجيريا فعلينا ان احنا نثبت الكلام ده بازن الله ابتداء من دور الستاشر ايا كان هنقابل مين زي ما ذكرنا فيه المنتخبات الكبيرة اللي ذكرناها سواء بقى جزائر مغرب نغال كاميرون اه كودفوار المنتخبات الكبيرة النيجيريا حتى لو قابلناها بعد كده في الادوار اللي جاية الاستوديو الاولاني كان لازم نعبر عن الغضب الشارع المصري اللي احنا واحد منهم والشارع المصري كان زعلان جدا من المباراة نيجيريا وفي مباراة نيجيريا كان نصيب الاسد او بلغة الكرة كده اللي شال الليلة هو كارلوس كيروش نتيجة التأليف اللي عمله النهاردة بصراحة هو ماقلفش ممكن يكون ما كانش موفق في بعض التغييرات اللي من وجهة نظر الشخصية خروج مصطفى محمد غلط لكن ماقلفش ما شفناش بقى التأليف بتاع مصطفى وينجر وصلاح فرود ومحمد عبد المنعم باك رايد بدل اكرم لا النهاردة الراجل لعب اللي احنا كنا متوقعينه عمر كمال عبد الواحد هو اللي بديل اكرم من البداية مصطفى محمد مهاجم صريح صلاح في طرف اليمين عمر مرموش في الطرف الشمال وزي ما ذكرنا التلاتة لعيبة الكرة في نص الملعب فاذا الراجل النهاردة ماقلفش فعشان كده حملت اللعيبة الجزء الاجبر في حتة القتال على الكرة في حتة الاسرار في حتة العزيمة في حتة ان لازم يبقى عندك دافع ان انت تخلص مباراة يدي وما تسيبش مباراة يدي متعلقة لغاية السواني الاخيرة احنا بكده نكون وصلنا لنهاية الاستوديو الف مبروك لمنتخب مصر تلات نقاط طمعانين باذن الله في مباراة السودان في تلات نقاط تانين وفي اداء احسن بكتير من الاداء اللي قدينا به النهاردة قدام غينيا بيساو علشان ندخل باذن الله دور الستاشر واحنا معنوياتنا اعلى بكتير ونكتسب ثقة اكتر واكتر في انفسنا قبل دور الستاشر اللي هتبقى فيه الغلطة بفورة بكده نكون وصلنا لنهاية استوديو تشيبة التحليلي للبطولة الافريقية استنونا يوم الاربع قبل المباراة وبعد المباراة في واحدة من الستورز بتاع التشيبة اللي في كل والعربي في كل انحاء جمهورية مصر العربية وباذن الله ان شاء الله يكون معايا في الستوديو التحليلي لزميل المتقلق اللي انا مفتقده جدا جدا في الدويتو الشهير احمد عز باذن الله ان شاء الله يكون معنا في الستوديو التحليلي في مباراة السودان يوم الاربع انتظرون